الملك حمد بن عيسى الخليفة جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم الحفل الختمي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أشار سموه إلى أن المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودعمه لرياضة سباقات الهجن أسهم في تحقيق نتائج مشرفة لأبناء الوطن في المحافل الإقليمية منوها سموه بالدور الكبير الذي يبذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم رياضات الموروث الأصيلة والمحافظة على الإرث التاريخي لمنطقة الخليج العربي وقد تم تتويج الفائزين بالمهرجان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرميدي الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب راعي الحفل حيث تسلم سمو الشيخ محمد بن سلمان الرمز الخاص بالشوط الأول رمز لقايا بكار وذلك لتحقيق هجن الطايلات ملك سموه المركز الأول في هذا الشوط والرمز وأشار سموه إلى شعبية رياضة سباقات الهجن بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تمثله من تعزيز للموروث الخليجي الذي يجمع كافة أبنائها مشيدا بما ظهر به المهرجان من منافسة قوية من ملاك الهجن والمتسابقين والذي يعزز من مستويات هذه الرياضة مثمنا التنظيم المميز لهذا المهرجان الذي أكسب هذا السباق النجاح الذي وصل إليه متمنيا للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التوفيق في استضافة السباقات المختلفة وللقائمين على مهرجان ولي العهد للهجن دوام النجاح في النسخ المقبلة ترجمة نانسي قنقر